موسيقى من اللافت للنظر أن الغرب سعى جاهدا في سنوات الأخيرة لإلصاق رأس مالية الدولة بالصين لا سيما في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في رأي لا معنى للحديث عن الفرق بين مفهومي الاشتراكية والرأس مالية لكن يحب اكتباس مقولة لزعيم الصيني الراحل تن شعبين لا يهم اللون القط سواء أكان أبيض أو أسود المهم أن يصطاد الفيران دفعت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة عام 2008 الغرب إلى تشكيك في طريق الرأس مالية وسط المخاوف من سعود الاقتصادات الناشية ممثلة بالصين والروسيا لكن الغرب انطلاقا من تحيزه الإديولوجي لم ينسب معجزة تنمية الصينية إلى الطريق الاشتراكية بل لجى إلى تسييس مصطلح رأس مالية الدولة ووضع هذه العلامة على الصين لتمييزها عن نهج الرأس مالية الليبرالية الذي ادعى السير عليه وبالتالي شيطانة النموذج تنمية الصيني وتصوير الصين كعدو يشكل تهاديدا للغرب من السخيف أن مصطلح رأس مالية الدولة بات متعلقا بمفرادات مثل الاستبدادية والفساد وعدم شفافية وتدخل الدولة في الاقتصاد الحقيقة أن التاريخ الدوري الرأس مالية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لم يخلوا من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بتراكم الرأس المال واحتكار التكنولوجيا ألم يتخذ الرئيس ترامب قرارات إدارية لقمع خواوي أليس هذا تدخلا سافرا لدولة في الاقتصاد؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر